موسيقى نشرة الأخبار تأتيكم على قناة الاقتصادية الأولى والبداية بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بدعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة ويسدي تعليمات بإنجاح الدخول المدرسي موسيقى الحكومة تؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الإنتاج وأليات تحويل الزيتون ونحو زيادة المساحات الزراعية لهذه الشعبة موسيقى أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخطوط الجوية السعودية أول ناقل يبدأ رحلته نحو مطار البحر الأحمر موسيقى بداية أصدى رئيس الجمهورية عبد المجد تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء العديد من التوجهات المتعلقة بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية حسب ما أفاد به بيان المجلس وأوضح البيان أنه بخصوص متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية وجه رئيس الجمهورية لوزير الفلاحة بمباشرة إجراءات رضعية وصارمة لتطهير القطاع كما أكد رئيس الجمهورية على مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوانة الوطنية المهنية للحبوب مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية أمر بالسماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الأحتياجات الوطنية من هذه المادة والمساهمة في خفض أسعارها كما أمر رئيس الجمهورية عبد المجد تبون بإعفاء البلدية الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن الدولة ستتحمل أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية بالبلدية الفقيرة والضعيفة هذا وأمر رئيس الجمهورية عبد المجد تبون بدفع منحة المتمدرس على الأقل شهرا قبل تاريخ الدخول المدرسي ابتداء من السنة المقبلة كما شدد على إلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة بالإضافة إلى تحميل الولات ابتداء من الموسم المقبل مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولايتهم استقبل رئيس الجمهورية عبد المجد تبون الأربعاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر إليزابيت مور أوبين وجاء هذا اللقاء بطلب من السفيرة الأمريكية في الجزائر حسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية حيث حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية الندير العروبي وفي تصريح لها عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية أكدت السفيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية جد ممتنة للجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر للوقوف إلى جانب دول الجوار خاصة خلال الكوارث التي خلفت آلاف الضحايا بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس عبد المجد تبون على الاستقبال الذي خصني به للتطرق للعلاقات التنائية القوية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة تطرقنا لسبل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة اللقاء شكل فرصة بالنسبة لي لأعرب لسيد الرئيس أن الولايات المتحدة جد ممتنة للجهود الجبارة التي تبدلها الجزائر للوقوف إلى جانب بلدان الجوار خاصة ما تعلق بالكوارث التي خلفت آلاف الضحايا وفي الأخير تطرقنا أيضا للعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين في الميدان الاقتصادي أكدوا لسيد الرئيس أن إطلاق رحلة مباشرة من الجزائر العاصمة إلى نيويورك من شأنه أن يقوي العلاقات الاقتصادية التبادل الاقتصادي والسياحة بين البلدين عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك الجزائرية وتم تعيين عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك خلفا لنور الدين خالدي الذي أنهيت مهامه وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني خلال إشرافه على الملتقى الوطني حول تنمية وحماية شعبة الزيتون أن هذه الشعبة ذات أهمية بالغة في بلادنا حيث تحتل نسبة 45% من المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة كما أشار أن الدعم التقني والمالي سيساعد على توسيع مساحة الإنتاج في العديد من مناطق الوطن التصريح كان في ميكروفون الزميلة فاطمة زيري شعبة الزيتون هي أولا النظرة الجديدة لازم يكون هي تطبيقا لسياسة جديدة للدولة وكذلك توسيع المساحات وكذلك ارتباط تقني مع كل التطورات العلمية والبحث العلمي ولهذا السبب اليوم التقينا اليوم على مستوى المعهد الوطني البحث العلمي وهذا رمزيا لنعطي نظرات جديدة بالنسبة لهذه الشعبة كما تعلمون أكثر من 440 ألف هكتار للمساحات اليوم هي مستغلة على مستوى كل وطن بعض الوضعية جيوستراتيجية لأنه هدف لتوسيع هذه المساحة إلى أكثر من مليون هكتار بنسبة للبرنامج المتخصص لهذه الشعبة فيها أولا قيمة إضافية بالنسبة للاقتصاد الوطني ثانيا خلق منصب شغل عديدة وكذلك تطوير كما لاحظنا مرنامج الاتحاد الأوروبي بنسبة للبرنامج تعاون بين الجزائي الاتحاد الأوروبي يعني رأنا عندنا قفزة جديدة لتعطينا كل المعلومات وكل بالنسبة للمشتوى كل المستثمر هذا وأوضح وزير الفلاحة عبد الحافظ هني أن قرار استيراد اللحوم البيضاء جاء كخطوة ضرورية لكسر الأسعار في السوق مبينا أن هذه العملية لم تضر بالمربين لأن الهدف منها توفير المادة للمواطنين وتغطية النقص الذي تشهده الأسواق التغطية كانت للزميلة فاطمة زيري بالنسبة للحوم البيضاء نحن لدينا حتى إشكال كان هناك ظروف بالخصوص هذه السنة وكان هناك إرتفاع حرارة مشدد شديدة جداً 55 دقري حتى 60 دقري لأن الناس الذين يعملون لأن البيضاء لأن البيضاء يكون 55 دقري تحرارة ويخاف لا يمكن أن يكون ما يسمى الميزة ويستطيع أن البيضاء يستطيع أن البيضاء يغبس وفي هذه الميزة نحن 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 من 15 دقري تطلب وقت 45 أو 50 يوم لأن يذهب إلى المذابح في الأخير لأن هذا الظروف جداً لأنه تحولي أشهر فقط هذا الشهر يمكننا أن يكون هناك إستيراد أضافي كان هناك دراسة ولكن. التعامل في هذا الثماز علينا أن نجد هدف أساسي في الأول سهلاً الحماية المربع لأننا نريد آراض على الرقم لأن نقصر الفلاة وبأثناء في بعض جميع الأمام ودفعنا ، وأصونا وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الوزير عبدالحفيظ هني انهى مهام الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للحليب جيبلي وفي خبر آخر سطرت المديرية العامة للغابات مخططا وطنيا خاصا بموسم الصيد البري 2023-2024 المرتقب افتتاحه يوم الخامس عشر سبتمبر الجاري ضامنا لتطبيقه بفعالية حسب ما أفاد به المدير العام للغابات جمال طوهرية وفي كلمته الافتتاحية خلال ترأسه لأشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية الخاص بمناقشة المسائل المتعلقة بافتتاح موسم الصيد والمنعقدة بمقر المديرية كشفت طوهرية عن وضع مخطط وطني بمناسبة إعادة بعث نشاط الصيد في الجزائر بشكل استثنائي بعد تعليقه لأكثر من 30 سنة معتبرا هذه العملية انتصارا للصيدين وإجراءا هاما للحد من الصيد الجائر استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الأربعاء بمقر الوزارة وفدا عن المجمع الصيني جاك وشركة ايمين أوتو وأفاد بيان لوزارة الصناعة أن هذا اللقاء اندرج في إطار متابعة ملف استيراد وتصنيع الصيارات من علامة جاك في الجزائر حيث سمح بدراسة مدى تقدم مشروع تصنيع الصيارات السياحية النفعية من علامة جاك بولاية عينتي موشنت وحسب ذات المصدر أشار ممثل والشركة إلى أن إنجاز المشروع يعرف تقدما معتبرا لا سيما فيما يتعلق بالهياكل التي ستحتضن التجهيزات اللازمة لإنتاج السيارات بنسبة إدماج تفوق الثلاثين بالمئة وبطاقة إجمالية تقدر بمائة ألف سيارة سنوية عند دخول المصنع حيز الاستغلال الكل الذي ستوجه نسبة أربعين بالمئة من إنتاجه إلى التصدير دعا خبراء وأخصائيون في الإعلام للتركيز على التكوين والتخصص في الإعلام الاقتصادي بهدف تحسين المادة الإعلامية وجعل هذا القطاع أدات للمساهمة في التنمية الاقتصادية باقي تفاصيل في هذا التقرير للزميلة أميرا مكيدش مسؤولية كبيرة على عاتق وسائل الإعلام في التعامل مع التطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا من حيث الأمانة والمصداقية والمساهمة في التنمية الاقتصادية بأعلام اقتصادي هادف وتنموية الملاحظة في التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام أنها تعالج القضايا الاقتصادية بنوع من الاستخفاف بنوع من استطحية وأكثر من هذا تعالجها في إطار سياسي يعني بعبارة أخرى تغيان الجانب السياسي على القضية الاقتصادية وهذا ما يمفقر الواقع الاقتصادي رغم الانفتاح رغم التعددية رغم الرأي ورأي الآخر إلا أن الجانب الاقتصادي بالمفهوم الإعلامي يبقى دائما فيه يعني ما يقال ونحن بحاجة إلى أكثر ربما في المفهوم النظري وخاصة من حيث التحليل ومن حيث الطرح بالنسبة لتبسيط الأشياء بالنسبة للمواطن للإعلام دور محورية هو شريك فعال في تشكيل الرأي العام وكيفية معالجته للمواضع والأحداث وحتى الأزمات الاقتصادية بالتغطية المتواصلة والمعلومات والإحصائيات والمقالات التحليلية من منظور متخصصين وهي رأى المختصون ضرورة تدريب كوادر متخصصة في الإعلام الاقتصادية تخصص هذا لازم يتعمق ويكون تكوين أيضا بالنسبة للإعلاميين لتابعوا الشأن الاقتصادي حتى يكون نتدرج من الجانب النظري والسطحي فقط والعموميات إلى ما هو أعمق المشكلة التي لدينا الكبير هو التكوين للصحفيين والتكوين يكون في الاختصاص مثلا نقصين في بلاد تاعة بيترول وتاعة غاز نقصين صحفيين في هذا الميدان نقصين تنصحفيين لمقتصين في الفلاحة أو في صيد البحر مثلا الإعلام همزة وصل في القطاعات ومصالح المواطنين مع الالتزام بما يخدم المصلح العليا للبلاد وخدمة المواطن وذلك لا يكون إلا بالتعامل مع القضايا بمنطق واعا يساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوباك على توقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023-2024 مشيرة في الوقت ذاته إلى احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من ثلاث ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل وذكرت المنظمة في تقرير شهري أن النمو والطلب على النفط خلال العام الجاري بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميا وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول لافتة إلى أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في العام المقبل يعتزم الاتحاد الافريقي إطلاق وكالة تصنيف ائتماني جديدة خاصة بدول القارة من أجل الاستجابة لمخاوف دول القارة بشأن التقييمات التعصفية في بعض الأحيان لوكالة التصنيف الائتماني الدولية الكبرى ووفقا لما نقلته اليوم الأربعاء صحف محلية صرح كبير خبراء وكالات التصنيف الائتماني لدى الاتحاد الافريقي بأن الوكالة التي ستعيد تقييم المخاطر الخاصة بها المرتبطة بالقروض الممنوحة للدول الافريقية ستضيف سياقا إلى المعلومات التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار بشراء السندات أو منحي القروض وأضاف القطاع الخاص المهتم بالفعل بتنفيذ هذه المبادرة مشيرا إلى أن من المستهدف إطلاق وكالة التصنيف الجديدة في عام 2024 مبرزا أن الهدف ليس استبدال وكالات التصنيف الأخرى التي تحتاجها الدول الافريقية لدعم الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية وإنما هو توسيع قاعدة تنويع الآراء في هذا المجال أدى وباء كوفيد-19 إلى تباطئ شديد في المعركة الرامية لوضع حد للفقر في أوساط الأطفال الذين ما زال 333 مليون منهم يعانون من الفقر المطقع وفق ما ذكرت تقارير مشيرة اليوم وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف والبنك الدولي إلى أن الوباء أدى إلى رفع الفقر أقل ب30 مليون طفل كما أنه من المتوقع في أكثر من المتوقع في السابق ونتيجة لذلك ما زال طفل من كل سنة يعيش بأقل من 2.15 دولار يوميا بحسب التقرير ارتفع التضخم الأساسي في الولاية المتحدة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع في أوت على أساس شهري مما يسلط الضوء على طبيعة الوعرة لتخفيف ضغوط الأسعار وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادر اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة ارتفع بـ 0.3% مقارنة بشهر جوليا مسجلا أول تسارع في 6 أشهر ومقارنة بالعام الماضي ارتفع المؤشر بـ 4.3% وذلك تماشيا مع التقديرات ويمثل أقل ارتفاعا فيما يقرب من عامين أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني عفوا انكمش بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5% في جوليا وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام وكان استطلاع أجرته رويترز لأراء اقتصاديين أشار إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% مقارنة مع جوان الماضي وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الخدمات والتصنيع والبناء قد انكمشت في جوليا ولا تتضمن بيانات الأربعاء مراجعة تصاعدية جوهرية حديثة لأداء الاقتصاد البريطاني حتى نهاية عام 2021 قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في بيان لها وأنها وقعت الأربعاء مع شركة شاومي اتفاقا عالميا يسمح بإصدار ترخيص متبادلة لبراءة الاختراع وأضافت أن الاتفاق يغطي تكنولوجيا الاتصال بما فيها شبكة الجيل الخامس ويبثل نهاية لنزاع بين الشركتين الصينيتين بخصوص ترخيص براءة الاختراع وذكرت وسائل إعلام محلية صينية في مارس أن هواوي تقوم بمقاضاة شركة شاومي لانتهاك أربع براءات مسجلة تتعلق بشكل رئيسي بتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية والتصوير باستخدام الهواتف الذكية وتكنولوجيا غلق الشاشة أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية المطورة لمشاريع سياحية المتجددة والأكثر طموحا في العالم عن توقيعها اتفاقية مع الخطوط الجوية العربية السعودية لتصبح بموجبها أول شركة تشغل طياراتها في مطار البحر الأحمر التفاصيل في تقرير الزميل كارين زيان رحلات منتظمة من وإلى مطار البحر الأحمر ستشرع الخطوط السعودية العربية الجوية في تشغيلها كأول شركة طيران تتجه نحو وجهة البحر الأحمر الذي يشهد إنشاء منتجعات وفنادق في إطار تطوير مشروع سياحي متجدد ثلاثه منتجعات سيتم تجهينها وافتتاحها هذا العام بجانب افتتاح المرحلة الأولى من مطار البحر الأحمر الدولية ثم سيتم افتتاح ثلاثة عشر فندق إضافي كمرحلة أولى وعند اكتمال المشروع بحلول عام 2030 ستضم الوجهة خمسين منتجعا وتوفر ثمانية أهلاف غرفة فندقية وأكثر من ألف عقار سكني موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية وستجمل الوجهة أيضا مارس فاخرة وملعب غولف وخدامة الإطعام وعديد المرافق الترفيهية الأخرى مشروع البحر الأحمر سيمثل وجهة سياحية جديدة من المتوقع أن تستقطب الكثيرين تسعى الخطوط السعودية أن تكون السباقة والرائدة في مجال النقل الجوي بها ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بدعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة ويسدي تعليمات بإنجاح الدخول المدرسي كما تابعتم الحكومة تؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الإنتاج وأليات تحويل الزيتون ونحو زيادة المساحات الزراعية لهذه الشعبة وتابعتم أيضا أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط وفي ختام النشرة الخطوط الجوية السعودية أول ناقل يبدأ رحلاته نحو مطار البحر الأحمر ختام النشرة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة